ثم أحبائي التغيير يوم العبادة موضوع السبت هذا موضوع كبير بس أنه يغير موضوع السبت إلى الأحد فيه اختبار حصلوا عليه استحالي يكون يعني إلا إلا أنه في حدث أعظم أكبر من يوم السبت أفتر أول مش هو الرب اللي خلق السبت ومش مكتوب عن يسوع أنه هو رب السبت مش مكتوب عنه أنه السبت خلق للإنسان مش الإنسان للسبت فصار يوم العبادة اليوم الأول طبعا يمكن في كتير ناس من اليهود وحتى مسحيين ما زالوا بمرسوا عبادة يوم السبت بس هو العبادة يعني إحنا بنعبد الرب يسوع كل يوم كل ساعة وكل لحظة بس أنه حولوا هذا اليوم بسبب قيامة المسيح وبسبب يوم الخمسين اللي كان يوم أحد اللي هو اليوم الأول من الأسبوع طبعا خلينا أقول وجود الكنيسة المسيحية هو دليل على قيامة المسيح وإلا ما الهدف ما السبب المسيحية تكرز عن تعليم وعن كمالات يسوع وعن أخلاقيات وعن معجزات تكرز عن موت وقيامة يسوع المسيح هذا هو الإنجيل هذا هو الأخبار الصارة المفرحة اللي من خلال إيمانك لابد أن تأتي إلى الحياة الأبدية مش بس الكنيسة العهد الجديد أحبائي موجود بسبب صلب وقيامة يسوع المسيح فكل الكتاب وفح والكتاب ونبوات الكتاب تتمحور حول هوية يسوع والغرض من التجسد هو الموت والقيامة مشان هيك أحبائي قام يسوع المسيح من بين الأموات تتميم لمئات بل ألاف النبوات ترجمة نانسي قنقر